أستاذ مصطفى واليوم تحديدا ربما عاد رئيس الحكومة رامل حمض الله إلى رامالله وقال إن إنجاح عمل الحكومة مرتهن أو مرهون بمدى تطبيقها على الأرض وقدرتها التنفيذية على الأرض والميدان وإحداث تأثير واسع ربما على المواطن الفلسطيني ماذا تعني هذه الرسالة؟ وهل ربما في كلامه إشارة إلى أن هناك معوقات للحكومة؟ نعتقد لو كان هناك معوقات ما الذي منع رامل حمض الله وكافة الوزراء للحديث عنها الكل أشاد بالتسلم السلس والتمكن السلس وأن الحكومة باتت الآن تسيطر على كل مفاصل العمل الحكومي داخل قطاع هذا ما قاله الحمض الله وقاله كافة الوزراء الذين كانوا بصحبته إذن ليس هذا هو الذي ربما يشير إليه رئيس الوزراء رامل حمض الله ولكن ربما تأجيل القرارات التي اتخذت بحق قطاع غزة وإجراءات العقاب ربما هو يشير إلى ذلك هذه هي العقبة ربما الأولى التي كان الأولى برئيس الوزراء وأنا أتفق مع الأستاذ سفيان فيما تحدث كان الأولى أن يكون أول قرار تتخذ الحكومة وفق أوامر من السيد محمود عباس هو وقف العمل بهذه الإجراءات حتى نشيع الأمل المواطن بعد بيان الحكومة أصيب بشيء من الإحباط وعادت إليه الذاكرة الأولى التي كانت تمر عليه خلال السنوات العشرة من أن الإنقسام لا زال قائما إذا كان السيد محمود عباس يعتقد أن الطاولة المفاوضات في القاهرة سيستخدم ورقة العقوبات على قطاع غزة كنوع من الابتزاز لحركة حماس سأعتقد أنه مخطئ ولا يمكن استخدام ألام الناس وإحتياجاتهم لابتزاز طرف هنا أو طرف هناك كان الأولى بسيد محمود عباس بالفعل أن يصدر قرارا فوريا بوقف العمل بالإجراءات الإقابية ضد قطاع غزة ولكن هذا إن دل أعتقد أنه يدلل على أن هناك مرحلة تسويف ومماطلة قد تكون من قبل السيد محمود عباس هذا شيء يبدو محمود عباس